كلما نزل شيء من القرآن وآمان به ازدادوا إيمانا كلما أقبل على الله كلما أقبل على الطاعات كلما أدى الطاعات وهو يعني يشعر بلذتها هذا دليل على زيادة الإيمان فيه واحد يزداد إيمانه وفيه واحد ممكن ينقص إيمانه بما ينقص الإيمان قلنا الإيمان يزداد بطاعات ولكن بما ينقص ينقص بالمعاصب خصوصا بالكبائر ممكن يخدش الإيمان كما جاء في الحديث صحيح المتفق عليها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرقها وهو مؤمن يعني في هذه الحالة كإن إيمانه بيرتفع ولذلك متى يرجع إيمانه إذا تاب القرآن يقول في وصف عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحل من تاب وآمن هو مش مؤمن هو كافر هو مؤمن إنما هذه الكبائر التي ارتكبها خدشت إيمانه نقصت من إيمانه فهو بالتوبة بالددم بالحسرة بالبكاء حينما يغسل ذنوبه بدموعه هذا يعود إليه الإيمان من جديد فالإيمان كما يزداد بالطاعات ينقص بالمعاصي والإيمان درجات طبعا